الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم مع الدولة التي احلم بها دولة المستقبل الجميل دولة المستقبل الراقي الرائع الذي نحلم به جميعا دولة الاسلام باخلاق العالية وشريعة الحكيمة وتفاعل مع العالم بل قيادة لكل العالم كما كنا نفعل من قبل ستعود هذه الحضارة الاسلامية القادمة انا دائما كنت اسأل سادتنا العلماء عن سؤال بسيط هل حضارة الاسلام القادمة هي نفسها حضارة الاسلام السابقة فيقولون لا اكيد طيب ما الفرق ما الفرق فيعطوني كلام عام لا ما نريد هذا الكلام العام نريد كلام محدد البرنامج يهدف الى تحديد الفرق في حضارة الاسلام القادمة عن حضارة الاسلام السابقة بالتأكيد هناك عدد كبير من الثوابت ولا ما تكون اسلام فالثوابت الامور التي لا تتغير هي التي تجعلنا اسلام وهناك امور متغيرة تجعلنا مستقبل ولسنا ماضي وإلا يكون الزمان قد جمد هذا الذي احدثكم عنه وحلقتنا اليوم تدور حول المجتمع المنفتح انا لا اتخيل ان دولة الاسلام دولة منغلقة على نفسها هي دولة منفتحة منفتحة على العالم كلها هي دولة تؤثر وتتأثر بكل العالم تستفيد وتفيد على فكرة هكذا كنا دوما منفتحين على العالم ما عمرها ابدا في تاريخنا كله دولة الاسلام كانت دولة منغلقة على نفسها ممنوع احد يسافر الى خارجها ممنوع احد صاحب فكر يأتي اليها ممنوع تبادل فكري وحضاري مع الدولة بالعكس احنا الذين كنا نقود التبادل الحضاري مع العالم كله بالذات في اثناء الدولة العباسية وعندي في كتابي تاريخ الدولة العباسية فصل كامل عن نماذج التبادل الحضاري الذي فعله المسلمون مع الهند ومع الفرس ومع اوروبا ومع العالم كله مع افريقيا هناك نماذج هائلة وجميلة جدا لهذا التبادل الحضاري بدأ هذا التبادل الحضاري بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج هذا الحديث يرويه الامام احمد حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وقال في حديث اخر لا تصدقوهم ولا تكذبوهم خذوا منهم بس لا تصدقوهم ولا تكذبوهم في القضايا التي عندنا عليها دليل فديننا هو المرجع في القضايا التي ما عندنا عليها دليل ما عندنا فيها الدين لم يتكلم عنها والعقل لم يتكلم عنها فهنا حدثوا عنهم ولا حرج ونحن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأنا باستيراد الابداع من النبي صلى الله عليه وسلم اولها في الخندق لما جاء ابو سفيان بقيادة قريش وحاصروا المدينة المنورة لما وصل الى الخندق ماذا قال قال هذه حيلة لا تعرفها العرب حيلة فارسية ما يعرف العرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف استعمل ماذا استعمل المنجنيق هذه الآلة التي ترمي الحجارة على الحصون من اين جاء بالمنجنيق جاء به من الروم الذين كانوا موجودين في الاردن فالاستيراد للافكار والاستيراد للابداع والتجارب الاخرى ما دامت لا تتناقض مع الدين والعقل ما عندنا اشكال فيها ستالين الرئيس الروسي الشهير لما حكم روسيا وحكمها حك يعني حكم حديدي ماذا فعل صدر قرار رئيسي جدا وسموه الستار الحديدي ممنوع احد يخرج من روسيا ممنوع احد يدخل الى روسيا ممنوع اي جريدة تدخل او كتاب يدخل الى روسيا استمر هذا المنع عشرين سنه عشرين سنه وروسيا منغلقه يعفوا بعض سادتنا العلماء لما يصفوا لنا دوله الاسلام في تصورهم قاعد يصفوا لنا دوله استالين دوله حديدية منغلقه على افكارها ممنوع المسلم يخرج ممنوع احد يأتي نخاف على افكار الشباب نخاف من البلبله نخاف هل يمكن منع الافكار انا اذكر لما منعت انا شخصيا من عدة دول ففي من الدول التي منعت من بينها دوله تونس ايام المقبور زين العابدين فمنعت من تونس بعدين في اثناء منعي من تونس كنت في العمرة فوجدت في الفندق مجموعة كبيرة من شباب تونس ويسلمون علي بحراره وكذا فاستغربت قلت من وين تعرفوني وين تعرفوا افكارك قلت اكتور نعرفك من الفضائيات ليش رساله وصلتنا اليك هل يوجد منع في عالم الفضائيات وعالم الفكر دوله منفتحه على العالم نصفها اكثر بعد الفاصل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم مع الجزء الثاني من حديثي عن المجتمع المنفتح في الدوله الاسلاميه التي نحلم بها حددتكم ان دولتنا دوله منفتحه على العالم وانها تؤثر وتتأثر وليست دوله حديدية كدوله دوله تستالين وذكرت لكم ان الذي يحفظ الشباب من الانترنت هو ليس قوانين الدوله ما في مانع توضع بعض القيود من الدوله لكن في النهاية لن تحمي الذي سيحميهم حقيقة هو التقوى التربية الصحيحة وذكرت لكم عن حجم التبادل التاريخي الهائل الذي كان يجري في امتنا وعلى فكرة كنا نستورد الافكار والعلوم والكتب وكنا نورد وكان على فكرة توريدنا اكبر من استيرادنا انا في تحضيري لكتبي حول تاريخ العالم اطلعت على كتب غربية والله اه مكتوب فيها نص صريح جدا في هذه الفترة كانت اللغة العربية هي اللغة العالمية لكل العلوم نعم كنا اللغة العالمية فكنا نورد للعالم اكثر مما كنا نستورد وكان بيننا وبين الغرب والشرق والهند والسند وغيره كان بيننا وبينهم حوار حضاري وحوار ديني وكانوا يستعينون بنا وكنا نستعين بهم ثابت استعانة ابي جعفر المنصور بمجموعة من علماء الهند في علم الرياضيات على فكرة اليوم اللي احنا نسميه الحروف الارقام العربية هي ليست العربية الارقام العربية هي الارقام اللي هي باللغة الانجليزية واحد اثنين ثلاث اربعة وثابت ان الصفر لم يخترعه الخوارزمي الصفر اخترعه الهنود احنا اخذنا منهم والهوند الخوارزمي هو الذي نشره هذه بعض الاشياء التي في التبادل الحضاري نحن منفتحين على العالم منفتحين على العلم وعلى المنطق ما عندنا حدود ولذلك كان عندنا حركة هائلة للترجمة ويجب ان تعود اليوم امتنا جدا جدا ضعيفة في الترجمة حجم الذي يترجم من كتب الى اللغة العربية لا يساوي اكثر من واحد بالمئة من الترجمة الى الاسبانية اسبانية ما تكلم انجليزية واحد بالمئة فتخيلوا حجم تخلفنا في الترجمة بينما كان ابو جعفر المنصور وقبل هارون الرشيد والمأمون كان عندهم دار الحكمة ودار الحكمة جزء رئيسي منها كان شغلهم الترجمة يبحث عن افضل الكتب في العالم ويترجموها فانفتاح كهائل على العالم وبعدين عملية النشر الواسع انتشار للعلوم واشهر مثال على هذا كتب ارسطو كتب ارسطو تم ترجمتها الى اللغة العربية ثم اندثرت في اوروبا اندثرت كلها في اوروبا ما عاد من كتب ارسطو كتاب واحد ولا كتاب ولا نسخة وكانوا يتسابعوا فيها تعرفوا من وين جاءتهم اعادوا ترجمتها من النسخ العربية للكتب اللي كانت عندي الفرابي ايضا في ضمن الانفتاح قضية السفر ما في قيود على السفر كان المسلمين يسافروا وغير المسلمين يعتوا الينا والعالم مفتوح ما في قيود على السفر ايضا المناظرات كان في اجواء المناظرات بين المسلمين وغير المسلمين وبين المسلمين وانفسهم الفرق المختلفة انفتاح كامل هائل خاصة كان في بغداد شيء هائل من المناظرات بين الفرق والجماعات والاديان هذه المسألة مسألة الانفتاح الفكري هذا مع القيود الاخلاقية احب اكد انها للجنسين الرجال والنساء الشباب والفتيات هذا للجميع ليست فقط للرجال هذا الانفتاح للجميع يجب ان نثق بفتياتنا مثل ما نثق بشبابنا بعض الناس يبدأ يتعامل مع الفتاة وكأنها جوهره يجب ان تحفظ مهي الجوهره اذا حفظت اكثر من لازم صار عليها اغبار يعني الجوهره ايضا تعرض تعرض جمالها انا ما اتكلم ان البنات يعرض جمالهم لا ما اقصد هذا وانما انا اتكلم ان البنات يعرضنا جمال افكارهن تذكروا اذا ان هناك فكر وهناك ادوات لنشر الفكر واهم ادوات نشر الفكر هي الاعلام والتعليم وكلاهما مفتوح والشعب يتحكم به وليس الحكومة وهكذا افهم المجتمع المنفتح واعتمنى ان تكون امتنا امة المجتمع المنفتح هكذا الدولة التي احلم بها مزيد من مفاهيم هذه الدولة في حلقة قادمة ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله دولة الاسلام كانت دولة منغلقة على نفسها بعض سادتنا العلماء لما يصفوا لنا دولة الاسلام في تصورهم قاعد يصفوا لنا دولة ستالين وكان بيننا وبين الغرب والشرق والهند والسند كان بيننا وبينهم حوار حضاري وحوار ديني هكذا كنا دوما منفتحين على العالم